وده اللي حيخليني نتكلم على مين بقى؟ على محمد الشناوي إمبارح أخضر حلو؟ حلو متفقين ما فيش أي خلاف في النقطة دي بقى له فترة مش موسوى؟ آه صراحة بقى له فترة مش موسوى دي حقيقة لو قلنا غير كده يبقى إحنا بنهرك بقى له فترة مش موفق بقى له فترة الحظ مش معها إطلاقا يعني ماشي عكسه تماما حلو هل ده معناه إن إحنا بقى نمسك في الشناوي أولا هنا بتكلم على البعض القليل جدا من جمهور النادي الأهلي اللي ممكن يكون صغير في السن وما عندوش قدر كافي من الوعي بعض قليل من جمهور الأهلي مش طبعا مش كل جمهور الأهلي لأن جمهور الأهلي عنده زكاء كبير قوي وعنده وعي كبير جدا هل ده المطلوب إن إحنا نقطع في الشناوي وده حرس مش نافع وده أخطأه مؤسرة وده تاني خطأ لي قدام بيرامدس وده خسرنا مش عارف إيه وده أخضر الكرة مش عارف بتاعة مطش الوداد إزاي ومستوى في السن لا لعبه فلان لا هتقوله واحد تقيل على الدكة لا شيله منه شرط الكابتت لا ما ينفع يا جماعة كده ينفع الكلام ده أما يكون واحد شغال الأهلي في مطشق كتير قوي هو واحد بيتسبب دايما في أنك تكسب بطولات كتير جدا واحد بشخصية قوية وقائد للفريق وإنجازاته أكتر بكتير جدا من الفترات اللي ما كانش موفق فيها وبقدرات كبيرة وحرس مصر الأول وأفضل حراس أفريقيا داخل الكرة لما يتعامل معا كده يا جماعة دايب أبصراحة فيه نوع من أنواع عدم التقدير من الكلة القليلة لازم لازم أنت كجمهور وأنا برضو بأكد في كلامي على العدد الأولي جدا من الجمهور اللي بيحب وبيعشاء الأهلي وبحترم جدا من وجهات نظر الجميع لكن لازم تكون فاهم وواعي أن أنت دورك انطقت انطقت آه الشناوي مش موفق الشناوي لازم يرجع نفسه مفيش مشكلة لكن ما تقطعش وما يعني إيه ما توقعش الحرس بتاعك ما يتموتوش خصوصا لما يكون حد بقيمة وقامة محمد الشناوي لما يكون حد عنده الإمكانيات الكبيرة دي والقدرات المميزة دي لما يكون واحد بيحب الأهلي بقلبه جدا جدا لأ دوري أنا بقى كجمهور إن أنا أقف في ظهره آه شناوي أنت مش وفق بس إحنا في ظهرك معلش إحنا واسكين في إمكانياتك هترجع للمساواك ما فيها مواسكين في كده وأنا عن نفسي والله واسك في كده لأن أنا عارف شخصيتي الشناوي كويس جدا شخصية قوية ما بيتأثرش بأي حاجة بني آدم في الأول في آخر ممكن يتأثر بس يعني بنسبة قليلة وعارف إنه هو مش حيطول في الدروب ده وعارف إنه هو حيرجع ويفوق نفسه كويس جدا وقرايب قوي 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 ده ما يقللش طبعا من الحراس اللي عندنا علي لطفي ومصطفى شوبر وحمز علاء ومخلوف عندنا حراس كويسين لو النادي شاف إنه هو عايز يدعم يدعم دي حاجة تخص الناس في النادي ما فيش مشكلة خالص إحنا في ظهرهم برضو لك أنا بتكلم التحديد دلوقتي عشي ناوي ما يستهلش اللي بيحصل معاه من عدد قليل قوي من الجماهير الصغيرة في السن للنادي الأهلي اللي بتحشق الأهلي ولا متؤكد من كده وفي نفس الوقت في ناس يا جماعة غير منتمية للنادي الأهلي ها هدفها إن هي إيه توقع عنصر مهم جدا عندك زي الشناوي تستغل لأي فرصة هب فيه دروب جامد قوي عنده يلا دوس دوس وبعدنا البعض من جمهور الأهلي بينجروا وراء الحاجات اللي زي دي لأ نخلي بالنا نخلي بالنا لأن في الأول وفي الآخر الشناوي كيمة عظيمة جدا 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 في تاريخ حراسة المرمى في مصر ما فيش اتنين يختلفوا على كده أبدا فلازم نبقى في ظهره ونسنده لحد ما يرجع للمستوى وحيرجع قريب جدا فلازم نبقى في ظهره يساعدك في ظهره ونسنده ونسنده لأبدا تاريخ يوم من للمستوى على الجمهور الحاجات اللي زي دي تاريخ ضرره ونسنده ان يقهشة